اشتركوا في القناة او شغلة اخليها على الجامع بس لقيت هذني اللي انا غاسلتهم قبل فترة ومنشفتهم بالرغم انه انا تشعر شوية بالتوتع لان بصدفة قبل فترة شفت على اليوتيوب يعني ديش تكون من تساقط الثلوج وتكون على شكل احجار ومدمرة سياراتهم ومسببت لهم ضرار بس مع هذة ذكرت ليش حرامات الزوال اللي انا غاسلتها يعني كنت تبلل مرة ثانية خطر على بالي انه هاي اخر زولية ضالة عندنا ما مخسولة بسبب كانت فترة امتحانات فاليوم قررت من دا اغسلها اشارككم الفيديو طريقة تغسلها فبصراحة عني مدى اعتمد الطريقة اللي متعودين عليها نفرشها بالارضية ونخلي عليها وفرة من المواد التنظيف وحتى نقلبها ونخسلها من الظهر هي كانت نظيفة ما بها اي بقاع لكن احنا متعودين من طبق الزولية لازم نخسلها نتخلص من الاتربة من الطاقة السلبية اللي بيها فكان الغسل بسيط وهم استغلت فرصة من تتبلل حصر ثقيلة صعب علي انه افرشها على السياج وحتى ما حجزت اقضيت القراج لان اكيد نحتاجه للسيارة بطبيعة الحال انا مدى اشاركم كل مراحل التصوير للسهولة الي اكيد حتى فعلا انطيها حقها بالتنظيف وايضا انتوها الثلاث ملون من اللقطة نفسها هنا انا استخدمت الزاهي بس يفضل استخدام انواع خاصة من المنظفات للسجاد حتى الالوان لا تطبع على بعضها هذا الستاند غسلته كان علي بعض الاتربة هو عطلان من عنده يعني الاضاءة حسيت ان المقطع محتاج استاند للتليفون حتى انطي حقها همينه يعني اعتبر انه ما طول صور بصاحبة قناة لازم اعطيني بقناتي اعطيني فيديوهاتي مرات الجأ للسهولة اكيد احتاج انه اصوره بايد واشتغل بالايد الثانية والحمد لله وطبعا الجهة الثانية اللي هي الشارع ابني ساعدني بتنظيفها هو دائما يساعدني من تكون طريقة تنظيف الزولية بهذه الطريقة بعدين اخذتها شوية من الظهر غسلتها قلت لكم فقط من الاتربة ما عنديني انا الاحوا اياها بالغسل هميانا ما اسوف المي وافيض الشارع يعني اراعي كل الظروف هنا بعد ما تركتها تيبس واكيد مناطقنا نهتم بيها يعني من خلي مي ازيد من اللازم لان انا بعد غسلت هذان الكاربيتات وغسلت الطارمة فاكتفيت بهذا المقدار من المي الفيديو الهذا اليوم كان عبارة عن تنظيف الزولية ومقطع عن الثلج ياربي يجعل امطارنا كلها خير علينا ورحمة والثلوج ايضا ثلوج نستمتع بشكلها احنا ممكن لش نقلف منظر الثلوج مثل الخارج فياربي هي ثلوج رحمة على الجميع وهذا الفيديو الهذا اليوم اتمنى اعجابكم شكرا لمتابعة مع السلامة